عمر عليه السلام كطالوت نظام وانتصار بتابوت وسكينة وملائكة وبقية وعليه عليه السلام أليف في الكتاب الكريم ألم تر إلى الملائم بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكة قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة إن الله اصطفى عليكم والله يؤتي ملكه من يشاء قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين باء مع النفاق الظاهر المنتشر والتمرد والارتداد العام الشامل الضارب بالمجتمع بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن للأمة والنصر والفتح إلا عمر رضي الله عنه جيم الواضح والمؤكد جدا إن تكسير وتحطيم إمبراطوريتي الفرس والروم ليس حدثا طبيعيا أبدا بل كان تزديدا إلهيا وكرامة وإعجازا ها من العقل والحكمة والوحي الإلهي نجد أن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قرب عمر رضي الله عنه وصاهره ورباه وحيئه للمهمة المقدسة العظيمة واو إن الله سبحانه قد اختار عمر رضي الله عنه وجعله طالوت هذه الأمة وأيده بوسائل الإمامة الإلهية من التابوت والسكينة والملائكة والبقية مع المؤازرة بعلي عليه السلام زاي سامويل الجزء الرابع عشر قال شاؤول طالوت قدم تابوت الله لأن تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني إسرائيل فخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم وظنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم لأن شاؤول حلف الشعب قائلا ملعون الرجل الذي يأكل خبزا إلى المساء حتى أن تقم من أعدائي فلم يذق جميع الشعب خبزا وأخذ شاؤول الملك على إسرائيل وحارب جميع أعدائه حواليه وحيثما توجه غلب وفعل ببأس وضرب عماليق وأنقذ إسرائيل من يد ناهبيه ها سامويل الجزء التاسع وكان رجل من بنيمين اسمه قيس وكان له ابن اسمه شاؤول طالوت من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب والرب كشف أذن سامويل قبل مجيء شاؤول بيوم قائلا غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيمين فأمسح رئيسا لشعبي إسرائيل فيخلص شعبي فأخذ سامويل شاؤول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين فأكل شاؤول مع سامويل في ذلك اليوم قال سامويل لشاؤول قل الغلام أن يعمر قدامنا فعبر وأما أنت فقف الآن فأسمعك كلام الله طاء سامويل الجزء العاشر فأخذ سامويل قنينة الدهن وصب على رأس شاؤول طالوت وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وهم يتنبؤون فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدته يدك لأن الله معك وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند سامويل أن الله أعطاه قلبا آخر وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم ولما رأاه جميع الذين عرفوهم منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس أشاؤل أيضا بين الأنبياء فقدم سامويل جميع أصباط إسرائيل ثم قدم سبط بن يمين وأخذ شاؤل فقال سامويل أرأيتم الذي اختاره الرب أنه ليس مثله في جميع الشعب فهاتف كل الشعب وقالوا ليحيى الملك المهندس الصرخي الحسني أحبه وفعه وفعه ومعه وفي أمس في صفحه وفي أستمر جميع الشعب